اشتركوا في القناة ويقسم طوليا بواسطة الشق الأمام الخلفي إلى نصفي كرة مخية تتوضع فيهما المادة البيضاء في الداخل والتحاد خارجيا بالقشرة السنجابية لاحظ هنا أن القشرة السنجابية تكون متفاوتة الثخاني ما بين واحد ونص إلى أربع ونص مليمتر في مناطق بتكون سميكي ومناطق أرق ويصل بين نصفي الكرة جسران من مادة بيضاءهما الجسم الثفني في قاع الشق الأمام الخلفي إذا بعدنا بين نصفي الكرة المخي نشوف الجسم الثفني تحت الجسم السفني موجود مثلث المخ أو ما يسمى القبو تقسم القشرة في كل نصف كرة مخية بواسطة ثلاث شقوق هي لاحظ هنا المنظر الجانبي الأيسر للدماغ كام شقوق رقم واحد إذن هو الشق رولاندو رقم اثنين هو عبارة عن شق سيليفيوس ورقم ثلاثة هو عبارة عن الشق الخلفي أو القائم إذن هذه الشقوق الثلاث ولاحظ أنها تقسم كل نصف كرة مخية إلى أربعة فصوص وهي الفصل الجداري يكون خلف شق رولاندو الفصل الجبهي أمام شق رولاندو الفصل صدغي أسفل شق سيليفيوس والشق الخلفي الفصل القفوي خلف شق الخلفي إذن قلنا أنه تقسم القشرة المخية في كل نصف كرة مخية بواسطة ثلاث شقوق هي رولاندو أو ما يسمى المركزي سيليفيوس أو الوحشي والقائم أو الخلفي وقلنا أنها تقسم القشرة المخية إلى أربعة فصوص هي الجبهي والجداري والصدغي والقفوي يضم كل منها عددا من التلافيف ويوجد في كل نصف كرة مخية بطين جانبي إذن لدينا نصفين كرة مخية معنات في بطينين جانبيين هما الأول والثاني وفي قاعدة كل من البطينين كتلة سنجابية هذه الكتلة تسمى الجسم المخطط ويعد هذا الجسم مخطط من النوى القاعدية ما أنواع الخلايا التي تشاهد في المادة السنجابية للمخ؟ ألاحظ الخلايا الهرمي أيضا خلايا متعددة الأشكال تشكل محاورها المادة البيضاء أيضا نشاهد خلايا مشاركي تصل بين مناطق القشرة المخية إذا نازل خلايا خلايا عرمي خلايا متعددة للأشكال تشكل محاورها الماد البيضاء وخلايا مشاركة تصل بين مناطق القشرة المخية أما بالنسبة للألياف التي تتألف منها الماد البيضاء في المخ فهي ألياف واصلي هذه الواصلة يعني تصل بين مناطق مختلفة البعد من قشرة نصف الكرة المخية نفسه أما الألياف النوع الثاني للالتقائية فهي تعبر الجسم السفني ومسلس المخ لتصل إلى المناطق المتناظرة أو لتصل بين المناطق المتناظرة في كل من نصفي الكرة المخية الألياف الارتسامي وهي تصل قشرة المخ ببقية قسام الجهاز العصبي كالميادين والجسمين المخططين وأيضا المخيخ والنخاء الشوكي نميز فيها أيضا أليافا حركية صادرة عن القشرة المخية وحسية واردة إليها لاحظ هنا الألياف الموصلي أو الواصلي عبتوص المناطق بنفس النصف القشرة أما الالتقائي فتعبر نصف الكرة الأول لنصف الكرة الثاني أيها عبر الجسرين قناي مسلس المخ والجسم السفني تصل إلى نقطة مناظرة للنقطة التي خرجت منها فهي تصل بين نقاط متناظرة في كل من نصف الكرة المخي الألياف الارتسامي وهي التي تصل مناطق الجسمين المخططين والمخيخ والنخاء الشوكي كنا قد ذكرنا أن الجسمين المخططين يعدان من النوى القاعدية ما هي النوى القاعدية؟ النوى القاعدية هي كتل من المادي الرمدي تقع في مستوى الدماغ البيني إلى الجانب الوحشي لكل مهاد والمناطق العميقة تحت القشرة المخية ترجمة نانسي قنقر